السلام الداخلي أمان أرح عقلك واسترح من المقلقات والشكاوى وقم بالتركيز على الحياة حياتك نفسك وتنفسك الآن السلام الداخلي أمان لأنه مبني على الصدق مع النفس فهو أحد سبل السلام الداخلي صدقك مع نفسك وصدقك مع الله وصدقك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكي تشعر بهذا الصدق لابد لك من الابتعاد عن أوجه النفاق لماذا تبتعد؟ في كل حال لابد لك أن تبتعد عن النفاق لأنه باتباعك للناس وما يقول الناس وما يفعل الناس في كل أمر وتحرص على موافقتهم في كل حال هذا يمنعك من الصدق مع الله والصدق مع رسوله والصدق مع نفسك لابد لك أن تكون لك رؤية خاصة وبهذا تبني شخصية متصالحة قوية يحبها الله ورسوله نعم الشخص القوي هو الذي لا ينحني في أي موقف هو الذي يرسخ السلام الداخلي في قلبه وعقله ووجدانه فالسلام الداخلي أمان وهو أسرع الطرق للإحساس بهذا العالم الذي نحن فيه إن كنت صادقا مع نفسك كنت متصالحا معها شعرت بهذا السلام الداخلي كان إيمانك بالرضا وبالقناعة هو سبب وصولك للسلام الداخلي قال روح له الفداء المسلم من سلم من سلم أولا ذاتا ثم سلم المسلمون من لسانه ويده فبهذا يكون السلام الداخلي السلام الداخلي أمان لماذا؟ لأنه للوصول إلى هذا المقام العظيم عليك بأربع أسس أربع أمور لا يمكن أن تصل للسلام الداخلي إلا بها أولا السلام النفسي لتعيش في حياة هانئة والحب تتعامل مع هذا الكون بالحب وأن تتعلم تتعلم في هذا الكون ما الذي يصلح لك وما الذي لا يصلح لك وعليك بالذكرى الطيبة لا تتذكر إلا طيبة هذه القواسم لو تجمعت شكلت لك سلاما نفسيا شكلت لك طمأنينة داخلية سبحان ربي هذه الطمأنينة توج بذكر الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب الطمأنينة لها معنيان رئيسيان في حياة كل إنسان مننا فهي عبارة عن عطاء وضمير العطاء الوجداني هو عاطفية الذات والعطاء معناه الحب فالحب هو العطاء وينمو هذا العطاء في قلبك بعطائك الاجتماعي عندما يكون عندك وفيك وفي داخلك سلام يمكنك أن تتعامل مع الناس بسلام المسلم من سلم الناس من لسانه ويده فيعمل أعمال الخير السلام الداخلي أمان إن أردت فعليك بصلاتك في كل وقت وفي كل حين على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة عليه تورثك سلاما داخليا وعليك بالحفاظ على صلاة الفجر في جماعة لما؟ لأن لها شأنا قويا وتأثيرا كبيرا على وجدان الإنسان وعليك بقرآن الفجر فله سطوة على القلب قال ربي سبحانه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وأكثر حبيب قلبي وروحي ما بين الأذان والإقامة بهذا الدعاء والذكر المبارك قل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك إن استطعت أن تأتي بهذا الذكر أربعين مرة ما بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر فإنها علاج للقلب وهذا الدعاء كفيل أن يصلحه يصلح القلب لتعيش في سلام داخلي